يستمر نزوح المدنيين الأوكرانيين الهاربين من الحرب حيث وصلت مجموعة من القرويين الأوكرانيين إلى ميكولايف على ساحل البحر الأسود واستقبلهم عند وصولهم عملوا الصليب الأحمر الأوكراني الذين قاموا بتقديم الإسعافات الأولية لمن يحتاجها العائلات قضت عدة أيام في أقبيئة منازلهم قبل أن يهربوا بحفلة متضررة جراء القصف في حين سار النازحون آخرون لساعات طويلة حتى وصلوا إلى منطقة ساعدهم فيها الجنود الأوكرانيون على الهروب إلى ميكولايف بالمقابل يعمل المتطوعون الأوكرانيون في مدينة ميكولايف الساحلية على مدار الساعة لتزويد القوات والمدنيين والنازحين الفارين من مناطق أخرى بالملابس والأغذية والأدوية والسترات الواقية من الرصاص وكانت القوات الروسية استولت على ميناء خيرسون على البحر الأسود قبل محاولتها تجاوز ميكولايف وهو مركز رئيسي لبناء السفن في منتصف الطريق بين أوديسا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لكن الهجوم توقف وعلى الرغم من المخاوف الأوكرانية والغربية لم يواصل الروس تقدمهم حتى الآن ولكن إذا نجحت القوات الروسية في محاصرة ميكولايف وأوديسا والعديد من الموانئ الأخرى فإنها ستقطع تماما وصول أوكرانيا إلى ساحلها